السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل اجتماع مبارح تابع فيه مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديد على مستوى الجمهورية اللي بتعمل بالطاقة النظيفة زي القطار الكهربائي السريع والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT والأوتوبيس الترددي السريع BRT وجه سيادته بسرعة الانتهاء من منظومة النقل الجماعي الجديدة لأنها هتكون نقلة نوعية وإضافة حضرية هتسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع شهد متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية والتي تعمل بالطاقة النظيفة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية في القاهرة الكبرى وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية وهي وسائل النقل الحديثة المتمثلة في القطار الكهربائي السريع وقطار المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف الارتي والأوتوبيس الترددي السريع بي ارتي والذي سيعمل بالطريق الدائري ذلك بالإضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمتر الأنفق وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضرية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضرية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا كما وجه السيادته أيضا بالاهتمام بنظم التشغيل وبالكوادر الفنية التي ستعمل على إدارة هذه المنظومة بحيث يتم تأهيلها علميا لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم بها التكنولوجيا المستخدمة في إطارها أوضح المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير عرض الموقف التنفيذي الحالي لتلك المكونات الحديثة خاصة القطار الكهربائي السريع بخطوطه السلاسة الرئيسية وأولها العين السخن العالمين الجديدة مرسمة روح مرورا بالقاهرة الكبرى وبطول ستمائة وستين كيلو متر وكذا خط حدائق أكتوبر الأقصر أسوان بطول تسعمائة وخمسة وعشرين كيلو متر إلى جانب خط قنة الغردقة سافاجة بطول مائتين وأربعين كيلو متر مع توضيح تطور الأعمال المدنية والصناعية والمحطات الجارية تنفيذها بكل هذه الخطوط فضلا عن المثارات السطحية والعلوية وأعمال الكبار المتقاطعة بها كما عرض السيد وزير النقل الموقف الخاص بإنشاء محطات الأوتوبيس الترددي السريع بي أر تي على الطريق الدائري والذي يتكامل مع خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدائري حيث يعد بديلا للنقل العشوائي وسيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة وستعتبر شبكة بي أر تي على الطريق الدائري الأطول في العالم بطول مائة وستة كيلو متر وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بدراسة الحلول المقترحة للتعامل مع بعض التقاطعات والمحور على الطريق الدائري خاصة تقاطع المرج مع الخط الأول لمتر الأنفاق كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف إل أر تي والذي بدأ تشغيله التجريبي مؤخرا بما فيها المحطات والكبار والأنفاق وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بالقطار حيث يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلو متر بعدد 19 محطة ويبدأ من محطة عدل منصور ثم يمتد موازيا لطريق القاهرة الإسماعلي الصحراوي إلى مدينة بدر ثم يتفرع شمالا بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليصل إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كما أنه سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمتر الأنفاق في محطة عدل منصور ومع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى يعني منظومة النقل الذكي هي المنظومة الأكبر في الشرق الأوسط تحديدا والمرحلة الأولى لها بتنفذ في 14 طريق ويمكن هيتم التنفيذ الخاص بها في أهم الطرق وأكثر الطرق كثافة وتردودا من المواطنين نتكلم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومصر إسماعيلية الصحراوي نتكلم على طريق شبرى بنها الحر الهدف من المنظومة دي كلها بشكل عام هو ربط كل الطرق بوحدة مركزية وإدارة هذه الشبكة شبكة الطرق وأيضا القطارات سواء كان القطار الكهربائي المونوريل مترو الأنفاق حتى بشكل إلكتروني وهنا بيكمن أهمية الذكاء الاصطناعي في فكرة التنبؤ بالأزمات وإرشاد السائق وأيضا إدارة منظومة الإشارات بشكل كامل علشان نقدر نتنبأ في أي الأماكن الأكثر تكدسا نقدر نحن نتنبأ أيضا بالطرق التي فيها تغيرات مناخية أو فيها شبورة عشان يتم تغيير المصارات في التو وفي اللحظة فهي منظومة زكية متكملة الهدف منها توفير الوقت تعظيم الاستفادة من شبكة الطرق والمحاورة الرئيسية التي تمتلكها الدولة علشان كده إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل أكتر من اجتماع وكمان استقبل أولك شرمة رئيس الدورة الستاشر لمؤتمر تغير المناخ كوب ستة وعشرين وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في كل المجالات وخلال اللقاء تم منقشة الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة مصر للدورة السبعة وعشرين لمؤتمر كوب سبعة وعشرين الأطراف والتنصيق الجانب البريطاني لإنجاح المؤتمر والخروج بنتائج فعالة وملزمة ده بالإضافة للاجتماع الخاص بمنظومة النقل الذكي اللي ترأسه أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طبعا يمكن مصر من الدول يعني نسبة الامبعاثات بتطلع منها يمكن قليلة جدا مقارنة مع الدول العظمى اللي بتنتج أو فيه امبعاثات كثيرة بتطلع منها لكن مصر في الحقيقة شايلة مسؤولية كبيرة قوي بالذات موضوع المناخ وفي الحقيقة احنا بنجهز لهذا المؤتمر من دلوقتي يعني احنا من الأيام اللي احنا فيها دي عاديم بنجهز لحاجة زي دي وطبعا بسبب أهميته الكبيرة كمان مبارح رئيس الوزراء ترقص اجتماع المجموعة الطبية واكد على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا عشان تقليل فرص الإصابة وتجنب الأعراض الشديدة وقال كمان أن الدولة وفرت الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات ولازم يكون في حرص من المواطنين على تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمها طبعا ارتداء الكمامات نقول تاني ونأكد كلمة السر هي الالتزام بالإجراءات الاحترازية احنا قاعدين النهار دا مش هنتكلم في حاجة غير الالتزام بالإجراءات الاحترازية تلقي اللقاح دا يعني خوفا مننا على نفسنا وعليكم لأن المرحلة اللي جاية زي ما بيحصل فيه العالم مصر مش بعيدة عن العالم شوفنا حالات الانتشار السريعة جدا لفيروس كورونا في العالم ككل علشان كده لازم احنا كمان نخلي بالنا لأن دا بيعتبر زي ألرم أو مؤشر لنا هنا في مصر اللي احنا نخلي بالنا احنا مش يعني في جزر منعزلة اللي بيحصل بره مش بعيد خالص انه هو يحصل عندنا ربنا يعني يبعد عنه اي مكروه واي سوء ان شاء الله طيب معنا المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي انتشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقف استخراج بدل التالف أو الفاقد للبطاقات التموينية المركز تواصل بدوره مع وزارة التموين واللي قالت ان الكلام دا غير صحيح تماما ومش حقيقي وما فيش اي قرار صدر بوقف استخراج بدل التالف أو الفاقد للبطاقات التموينية لكن اللي بيحصل دلوقتي انه مد البد في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية وان المدة كمان تم مدها وهي بتاخد من 4 ل 6 اسابيع وده اجراء تنظيمي لمراجعة منظومة الدعم ودمان وصوله لمستحقية هيئة الدواء المصرية منحة ترخيص لاستخدام الطارق العقار ايفو شيلد اللي هو قاية من كورونا واللي بتوفره استرازينيكا ومن المتوقع ان العلاج هيوصل مصر في خلال الاسابيع اللي جاية وده بناء على الاتفاقية اللي وقعتها هيئة الشراء الموحد من استرازينيكا في ديسمبر اللي فات والعلاج ده هيستخدم للناس اللي عندهم مشاكل صحية كبيرة زي مثلا مرضى السلطان او سلطان الدم واللي بياخده كيماوي او مرضى الغسيل الكلوي وغيرهم معنا كمان خبر بيقول ان مبارح وزارة الداخلية نشرت فيديو الفيديو ده بيوضح الجهود اللي قامت بيها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط عدد من القضايا ومكافحة كل أشكال الجرائم التموينية على مستوى الجمهورية تتواصل الجهود الأمنية لمكافحة كافة أشكال الجرائم التموينية على مستوى الجمهورية من غش السلع وبيع سلع منتهية الصلاحية والممارسات الاحتكارية والتلعب الدعم وقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسق مع فرعيها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام وفي هذا الإطار من ضبط قرابة 34 طن ونص من لحوم ودواج ومصنعاتها وأملاح غير صالحة لاستهلاك الأدامة خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والبحيرة وذلك قبل طرح تلك الكميات للبيع والتداول بالأسواق ما يدور بصحة وسلامة المواطنين كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 42 طن سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الأدمي ومنه ما هو مخصص للبطاقات التمونية تم تجمعها لبيعها بالسوق السوداء بالقاهرة والقليوبية والإسكندرية وسوهاج وتمكنت من ضبط 11 طن ونصف كبدة مجهولة المصدر وغير صالح للاستهلاك الأدمي بحوزة مسؤولة عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالإسكندرية وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 103 طن ضقيق مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الأدمي بحوزة مسؤولة عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة وضبط 210 طن أقمح مستوردة قام بتجمعها مسؤول عن مطحن بالقليوبية تابع لإحدى شركات القطاع العام بهدف بيعها بالسوق السوداء عيس قدر قيمتها بقرابة مليون جنيها كما تم ضبط 106500 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر بحوزة المسؤولة عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج الكمامات بالإسكندرية وضبط 406 ألف قرص مكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ونصفة مسلزمات إنتاج مجهولة المصدر محزور استخدامها في الصناعات الدوائية بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية بالإسكندرية الإدارة تمكنت من ضبط 53 طن ألف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بمحلين ومخزن بدون ترخيص لإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وقنة وتم ضبط قرابة 29 طن مواد خام لإنتاج المخصبات الزراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بالبحيرة وتم ضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية و7500 عبوة فارغة عليها علامات تجارية وهمية بحوزة مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية بالمنوفية